أحاة شيكم تسمحوا لي أسولف لكم عن شيء شوي بعيد عن سالفة القرض ونكشخ وما نكشخ لازم نكسر شوي لازم صح؟ فبقول لكم سالفة يلا نسمع تكونون مياي؟ اي اكي اوكي بقول لكم عن بني آدم ما احتاج بأنه يكشخ بأي شكل من الأشكال بني آدم بسيط بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى لما انشفت كاشخ شفت كاشخ بأخلاقة المميزة شفت كاشخ بطيبة قلب ما مرت عليه من قلب تصدقين تأكدت أن هذا الإنسان ما احتاج أي نوع من أنواع الكماليات في الدنيا كل اللي احتاجه وهو ابتسامة قاعدة تطلع منه من القلب عيون قاعدة تشوفني بأني أنا غير البشر وجود لما يكون موجود وهو حاضر ذهنيا وعاطفيا ونفسيا وفكريا مسخر هذا كل حقي بهذه الطريقة اكتشفت بأن هذا البني آدم ما يحتاج أي نوع من أنواع الكماليات الثمينة لأنهو لأنهو رزين لأنهو جدا غني بعيوني بما يملك من فكر بما يملك من ثقافة بما يملك من إحساس واعي وراقي تصدقوني يا جماعة هذا البني آدم على الرغم من بساطة الأمور اللي موجودة في حياته سواء من سيارة بسيطة سواء من ملابس عادية لكنه كان جدا غني بعيوني لأنه يملك قلب صار نادر جدا بين الناس كلهم لما تعرفت عليه ولما تقربت منه أكثر حسيت بأني أنا فقير أمامه حسيت بأنهو جدا أجمل مني حسيت بأنهو يملك جاه وثروة وغنى أنا أحتاج كم طويل من الوقت عشان أكسبها وعشان أكونها حاولت أعرف الغنى اللي عنده غنى شنو اكتشفت أنه اللي عنده غنات نفس اكتشفت أنه اللي عنده محبة لذاته ورضى ورضى بكل ما يملك تدرون شنو اللي حبيته؟ بأنهو إنسان جدا واقعي وجدا منطقي ومتواضع متواضع بشكل جدا كبير هذا وكل اللي قلته من قبل كان بالنسبة لي ثروة أنا لقيت كنز أبي أحافظ على هذا الكنز كثر ما أقدر أبي أستثمر فيه أبي أربح أبي أربح محبة ما حد عطاني إياها من قبل أبي أربح عيون إنسان انطالعني انطالعني بشكل غير عن كل البشر أحب شذي أحب أني ألاقي إنسان بسيط بكل إمكانياته وغني بإحساسه وعواط فبس ألكم سؤال ردوا علي أمانة ردوا علي إذا لقيت إنسان شذيب حياتك تهده؟ لا تهدينه؟ لا تهدينه؟ كد لا حتى لو كان هو ما يملك في حياته إلا هذه الأمكانيات الجميلة من غناة النفس؟ ما رح تخلى عنه رح تمسك فيه أكثر هذا إنسان نادر نادر وجودة هذا اللي أنا سميته فريد الحسن هذا اللي أنا سميته فريد الحسن جدا لأنه كان جدا فريد بكل شيء يملكه نعم نوعية خاصة على قولتهم ما في منا اثنين أتقرب أتقرب لفريد الحسن أكثر أكسب أربح أنا احتجت أني أنا أسوي كل شيء علشان أبين بالتميز اللي أنا فيه وهو ببساطة قدر يكسب أي قلب قاعد وياه يا خيخ ربيت الغنى اللي أنت فيه أبي أكون غني نفسك أبي أكون غني بما تملك أبي الناس إذا حبتني تحبني لذاتي ولنفسي مو للبسي ولا للمكان اللي أنا قاعد فيه ولا للسيارة اللي أسوقها ولا للماركات اللي مالي حياتي أبيهم إذا حبوني يحبوني من داخل أبيهم إذا شافوني يشوفون لأي درجة أنا شخصيتي متميزة عن غيري أنا فريد من نوعي مثل ما أنت فريد أنت فريد بحسنك بجمالك بملامحك بشخصيتك بهدوءك باهتمامك يا أخي كل اللي قلت يعادل ملايين وملايين من الدنانير في أي حساب بنكي أتخلى أقسم بالله العظيم أتخلى عن كل ما أملك من ثروة ومال بس علشان أكون غني نفس بس علشان أكسب بساطة وأحبه مثل ما هو يا جماعة معاه هو عرفت أن الجمال جمال الروح وأن البني آدم إذا بيكون غني بيكون غني أولا بشخصيته وأخلاقه بعدها يكون غني بأي من كماليات الدنيا شبي فيه تكفوني يا جماعة قلولي شبي فيه إذا هو من فوق إليه تحته كامل وما الكامل إلا الله سبحانه ولكن من داخله فارغ جاحد بارد المشاعر ما يعرف يحب ما يعرف يعطي ولا يعرف يتوالم وياي ويحافظ علي أطالع بين الأثنين ذاك بسيط المظهر ولكنه كبير بالقدر والأول كبير بالمظهر ولكنه فارغ من الداخل إلى فريد الحسن أنت ثروة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 مو كل مهم فعلا مهم كل شي غير انصرت غير مولي بالك وافتسام الدنيا ما زالت في خير مو كل مهم فعلا مهم كل شي غير انصرت غير ترجم من دنيتك ترجم فرق بشتكك تجيبك ربك على قلبي الجزء ابتسم مارينا